اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتواصل النشاطات والفعاليات التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية على المستويين المحلي والدولي وفق اعلى المعايير التنظيمية لتواصل دورها كمنصة رائدة لانطلاقة رياضة السيارات في الشرق الاوسط بخبرات شبابية وهوية وطنية اكدت عطاءها لرياضة السيارات والاستفادة منها جاء ذلك لدى زيارة سموه لحلبة البحرين الدولية حيث شهد سموه جانبا من مهرجان البحرين لرياضة السيارات والذي تضمن منافسات اليوم الختمي لبطولة الكارتن والجولة الختمية من بطولة العالم للتحمل تحت اشراف الاتحاد الدولي للسيارات الى جانب البطولات المساندة وهي الجولة الاولى من كأس تحدي بورشا جي تي ثري الشرق الاوسط والبطولة الدولية ونوه سموه بما تلقاه رياضة السيارات من اقبال جماهري كبير من مملكة البحرين وخارجها وهو ما يعكس الجهود الطيبة التي تبدلها الحلبة في التنظيم ونجاحها في الترويج لمختلف الفعاليات التي تستقطبها مؤكدا سموه دعمه لتوجيهات حلبة البحرين الدولية نحو تعزيز دورها في رياضة السيارات كما اعرب سموه عن تقديره للدور الذي تقوم به لجنة الكارتن الدولية برئاسة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات واستثمار الحلبة في تشجيع الناشئة والطاقات الشبابية على ممارسة هذه الرياضة واشهد سموه بالجهود التي بذلها القائمون على فعاليات مهرجان البحرين وهما يضاف إلى النجاحات المتتالية التي تحققها حلبة البحرين الدولية على صعيد إقامة واستضافة مختلف الفعاليات والمسابقات مؤكدا سموه تواصل الجهود لتعزيز دور السياحة الرياضية باعتبارها أحد المنتجات الهامة للقطاع السياحي في المملكة هذا وقام كل من سموه الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة والشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية وشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس لجنة الكارتن الدولية والسيد عارف رحيمي رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وذلك ضمن البطولة العالمية للكارتن